اعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم ازايكم وعملين ايه تليفون كده لما بتشوفه معدي من جنبك ما ينفعش تسيبه بتبع عايز تقفش فيه بيديك واسنانك وتبتدي تراجع عنه تليفون ده هو التليفون اللي معنا النهار التكنو سباركو بالذات الجديد واعلى واحد في السلسلة التوينتي او العشرين البرو البلس تليفون صراحة جاي بمواصفات فعلا رائعة تليفون جاي من العرطيل وفي نفس الوقت سعر على قد الايد وتحفة جدا تليفون شاكله بصراحة في التصميم او الدزاين وشاكله في الامكانيات والمواصفات رائع جدا وسعره زي ما انتو هتعرفوه في اخر الحلقة ان شاء الله هيبسطكو جدا خاصة ان سعره قليل اول امكاناته حلوة جدا خاصة في الشاشة الكاميرات البطارية المعالج الشحن السريع كله على اخره كده على بعضه كده تليفون فعلا جميل والشياكة وتمسيكو في ايدك تبقى مبسوط وانت ناشي بيه هنستريده مع بعضينا وهنشوف سلبياته واجبياته وهنقف على نقاط الضعف بتاعته القوة هقدم ما بين انهاراتكم ده تكملة عشان اللي عايز ياخد التليفون ده او يشتريه او يعلي لو كان عنده الاسبارك القديم ال 19 وعايز يعلي ليه العشرين برو الكلس اللي معنا هنشوفه مع بعضينا بصراحة وهيعجب ان شاء الله حضراتكم زي ما ان شاء الله هتشوفوه في المراجعة القناة يا جماعة ما تنسوش بعد اذنكم الاشتراك في القناة وتوصوا للقناة دي في كل حتة في العالم للي تعرفوهم واللي ما تعرفوهمش يلا مع بعض نبتدي نراجع التليفون الاكثر من رؤية اللي معنا النهاردة اللي من شرك التكنو وهو التكنو السبارك التوينتي او العشرين البرو بلس الجديد انا اخوكم عشرة في عرفان ودي قناتكم انتو قناة يلا بي اعزائي المشاهدين في كل مكان ازايكم اخباركم يا رب توب خير اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة القناة الفاندر تكنووجيا ومعلومات ومعاكم اخوكم اشرف التكنو سبارك التوينتي او العشرين البرو بلس التليفون جاي بموصفات بصراحة روعة جدا وسعر على قد الايد يستهل فعلا التليفون ده ان احنا نراجعه من ساسه الرأسه زي ما بيقوله ونشوف سلبياته وايجابياته ونشوف نقاط الضعف بتاعته القوة هنرجعه النهاردة ان شاء الله مع بعضينا ونشوفه حتة حتة وفي الاخر خالص بنقول السلبيات والايجابيات والسعر زي ما انتو هارفيني قبل ما ابتدأ يا راجا مش هانسة زي كل مرة افكركم لو سمحتوا من اشتراك في القناة مهم جدا يا جماعة اشتراككم في القناة بيرفع رية القناة من يوم بعد يوم وفعلا على الاسي والله من فوق سبسكرايب اللايك الشير في كل مكان الكومنس وهنرضع هاكم على طول وزر الجرس وسمحات الفعله عشان يجيكم كل جديد يلا مع بعض نبدأ الراجع التليفون اللي معنا نهاردة الروعة اللي منشرك التكنو هو تكنو سبارك توينتي او عشرين برو بلس يلا بنا التليفون زي ما انتو عارفين بيجي في شكل مستطيل الشكل مع دائرية الحواف وحديتها وجود بزلس بسيطة جدا من الاعلى ومن الاسفل والحواف والشاشة نفسها بتيجي كيرفت من اليمين والشمال الظهر فيه منه بينزل بالجلد روعة ومن الامام طبعا كامل السيلفي في المنتصف من الظهر كلمة تكنو بالطول الاسفل على الشمال فيها على طول فيه دائرة اللي فيها الكاميرات وفيها السنسورز بتاعة الكاميرات التليفون اعلن عنه في تسعة وعشرين ديسمبر عشرين تلاتة عشرين هيبتدت تروح للبيع في فبرايل عشرين اربعة وعشرين ابعاد التليفون والديمينشن بتاعته مية اربعة وستين فاصلة سبعة في خمسة وسبعين في سبعة فاصلة ستة ملي متر معناها نورفيع جدا والوزن بتاعه مية تسعة وسبعين جرام التليفون من الامام جورنين جوريلا جلوس من النوع التالت الفرين بتاعه بيبقى من البلاستيك والظهر من البلاستيك وفيه منه اللي هو بيبقى شكل متطعم كده كأنه شكل جلدي كده ايكو بالزبط التليفون وهي انه ياخد شرحتين من النوع النانو وبينزل بمعيار الاي بي ففتي ثري او خمسة تلاتة المضاد للاتربة ورزاز الميا اما بالنسبة لمؤسفات الشاشة فالشاشة من نوع الاموليد مليار لون وبيجي برفريش ريت او معدل تحديث مية عشرين هيرتز ونتز بيوصل لألف نتز ومعدل عينة اللمس بتوصل لألف وستمائة نتز او هيرتز ويبيدعم الاتش دي ار اما مساحة الشاشة فبيجي بمساحة ستة فاصلة سبعة تمانية انش وقوة استحواز تسعة وتمانين فاصلة زيرو في المية بوزيوشن شاشة الف وتمانين في الفين ربعمية ستة وتلاتين بيكسل سبكتر ايش وعشرين لتسعة مع كثافة بيكسلات او درجة وضوح يعني تلتمية تلاتة وتسعين بيكسل لكل انش درجة وضوح عالية والوان رائعة زي ما انتم هتشوفوا في الفيديوهات التليفون بينزل بالاندرويد اربعتاشر مع الواجهة البسيطة بتاعة التكنو وبينزل ببروسيسور من شركة ميديا تيك من النوع الهيليو الجي تسعة وتسعين الالتينيت المعتمدية بتاعته ستة نانومتر وده اوكتا كور او تمن انوية النواتين والرقسيتين بتوع بقوة اتنين فاصلة اتنين جي جي جيرس كورتكس اي ستة وسبعين ده المسمى بتاعتها والنواتين الموفرين للطاقة الاسف الستة انوية الموفرة للطاقة بقوة اتنين فاصلة زي جي جيرس كورتكس اي خمسة وخمسين ده المسمى بتاعتها واحدة بقى الجي بيو او واحدة تصميات المدعمة التوليفة الروعة من الكورات ديت من النوع المالي الجي سبعة وخمسين الام سي تو. التليفون بياخد اه كارت امامل لغاية واحد تيرة. وللاسف بينزل بنوع واحد فقط مزاكرة هي المتين ستة وخمسين جيجا بايت. من نوع اليو اف اس التلاتة فاصلة واحد. ورامات واحدة هي تمانية جيجا بايت رام وقبل زيادة بتمانية تانية. نيجي بقى بالنسبة ليه الكاميرات الروعة الورا. الاربع فتحات اللي بيانين عندكم ده هم في الاصلي خلي باكم هما كاميرتين او كاميرتين او كاميرا رئيسية وكاميرا دي زيرو فاصلة زيرو تمانية ميجا بيكسل. يدعم الكاميرات دي يعني اربع آآ فلاشات بيدعمه تصوير وفيديو بيوصل تصويره للف اما الكاميرا السيلفي الامامية فهي اتنين وتلاتين ميجا بيكسل فهي تتعادسة اتنين فاصلة اتنين وهنا بقى الحلوة في دي ان فيها دول ال اي دي فلاش يعني فيها اتنين فلاش من الامام على يمين وشمال الكاميرا وبتصور فيديو بألف وتمين بيكسل بفريم تلاتين فريم بير ساكنت الصوتيات طحفة فهي استيريو من الاسفل والاعلى ولكن ما فيش مكان لتركيب الجاكت هاته فاصلة خمسة وحدات الكمميليكيشن الواي فاي باحدث حاجة دول باند البرودوس بفرجة متأخر شوية خمسة فاصلة اتنين الجي بي اس دول باند والاني فسي موجود والف ام والريديو قصدي موجود اف ام والريديو مع التسجيل واليو اس بي من نوع تايب سي اتنين فاصلة زيرو مع خاصية الاوتو جي اما بالنسبة للبصمة فالبصمة موجودة اسفل الشاشة اوبتيكال وموجود جميع السنسورز الموجودة في جميع التليفونات البطارية بتاعت التليفون دي بطارية بصراحة طحفة اوروعة لانها بتيه من نوع اليو ثيوم خمسة تلاف ميلي امبير ومعها شاحن سريع تلاتة وتلاتين وط بشحن تقريبا من السفر لمية في المية تقريبا في ساعة الا ربع الالوان اللي بتنزل من التليفون ده اللون الجرين او الشياكة او بتاعته واللون الاسود واللون اللي هو ابنو عليه اللوفاندر دي من ضمن الالوان الطحفة اللي بتنزل مع التليفون ده سعر التليفون وقت تسجيل حلقة تقريبا مية وتمانين دولار يعني تقريبا بنتكلم في عشر تلاف وستمائة جنيه تقريبا مصري على المواصفات اللي موجودة في التليفون ده عيوب التليفون موضوع الذاكرة الغير متعددة وموضوع ان الكاميرات ما بتصورش باربعة كيه سواء الامامية او الخلفية والبطارية ان مافيش شحن عكسي للتليفون ده ده يعتبر تقريبا كل النقاط الضعف اللي في التليفون ده دون ذلك التليفون صراحة روعة جدا على قد السعر اللي موجود يستاهل فعلا السعر لانه فهم اقل في السعر والسعر الامكانات الموجودة خاصة مع محضار العملة اللي موجود فيها البلد بتاعتنا تليفون ده بصراحة الشيك اوي كبير جدا حجم روعة ورؤية جميلة جدا والتصوير هنقول مش التصوير الاوي اللي انت هتتحيله ولكن بيقضي الغلط كمحتوى بسيط انت عايز تسجله في العادي يعني لغاية تاني احنا وصلنا لهاية الحلقة يا رب تكون معلومات فاتت حضراتكم مرحب جدا بالاستفسار في اي وقت مش هنسى يا جماعة زي كل مرة افكركم الاشتراك في القناة مهم جدا عايزين نوصل لمتين لمية الف مشترك في خلال شهرين ده مش هيحصل الا بفضل ربنا ثم فضلكم انتم سبسكرايب لايك الشير في كل مكان الكومينس وزر الجرس او سمحوا ان تفعلوه عشان يجيلك كل جديد شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم وان سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة